أعزائي المشاهدين، السلام عليكم أهلاً وسهلاً بكم في برنامج السلام عليكم، هذه التحية القديمة الجديدة السلام عليكم، سلام لنا، سلام علينا جميعاً نرحب بكم في حلقة جديدة وضيفنا في هذه الحلقة هو راباي نعم، راباي، الرب يسوع المسيح تقابل معه وغير حياته يأخذنا معه في رحلة يحكي عن قصة حياته وعن الكتاب المقدس وكيف الرب تقابل معه وغير حياته في هذه الحلقة نحن نرحب بالراباي والذي يأخذنا في رحلة لنرى حياته وما صنعه الله في حياته راباي جيسون، أنا سعيد جداً بأن أرحب بك في برنامجنا السلام عليكم عليكم السلام، من الرأي أن أكون معك أشكرك، أشكرك في الحلقة الماضية تكلمنا عن حياتك وخاصة عن رحلتك وكيف تقابلت مع الرب وكيف طلاق معك وكيف غير حياتك وكيف قررت أن تتبعه والآن أنا أود أن نذهب معك في رحلة نبحر فيها معاً في الإنجيل لاكتشاف كلمة الله وليعطينا الله كلمة لقلبه من قلوبنا لفهم كلمة الله لذا أود أن أبدأ حديثنا في حلقة اليوم عن الآيات الأولى الموجودة في الكتاب المقدس عن الله أنا مثلاً تربيت على فكرة أن الله بعيد جداً عني خلقني فقط لأكون عبداً له لم تكن لي أي علاقة به وطالما تسألت ترى لماذا خلقني الله ومن يكون هو وعندما يبدأ الكتاب المقدس لم يبدأ في شرح من هو الله خلق الله السماء والأرض أستطيع أن أفهم ما تقول أعتقد أن الخليقة مصنوعة بغرض التواصل لذلك الله بناء على هذه الكلمات هو أهافا أي محبة والمحبة في جوهرها وفي تعريفها هي أن تضحي لأجل من تحب لا يمكن أن تملك محبة إن لم يكن لديك من تحبه فالله بطبيعته يريد أن يعطي لذا أعتقد أن الله قد خلق الرجل والمرأة حتى يشاركهما قلبه ويشاركهما صلاحه ويشاركهما شخصه في علاقة حية إذن أنت تقصد أن الله قد خلقني من أجل هدف وليس فقط لأكون له عبداً ولأطيع ولكن أين تجد ذلك موجوداً في الكتاب المقدس؟ أين أجد جوهر ذلك؟ كيف أعرف ذلك؟ أعتقد أن واحدة من الآيات الافتدحية في سفر التكوين تقول نعمل الإنسان على صورتنا أي نخلقه كشبهنا فنحن خلقنا على صورة الله أي نماثل صورة الله نفسه ماذا يعني ذلك؟ إذا قال لي أحدهم إنني مخلوق على صورة الله سأتساءل إذا كان الله في نفسي طولي أو في لوني وكان في إيماني السابق يعتبر كفراً أن أقول إنني أشبه الله أو إنه يشبهني ماذا تقصد هنا بصورة الله؟ أعتقد أن هذا سؤال ممتاز من الواضح أن الشبه ليس في الصورة الجسدية ولكن كلمة صورة في العبرية تأتي من كلمة سل والتي تعني ظل بمعنى أننا ظل الله فلا يمكن أن يوجد ظل دون وجود جسم مضيء ولكن معنى ذلك أننا يجب أن نعكس صورة الله ومن المفترض أن نعكس شخصيته ومن المفترض أن نعكس طبيعته لذا ينفخ الله نسمة حياة داخل الإنسان ويعطينا نفساً صالحاً لديها القدرة على تواصل معه في علاقة حية فعودة إلى فكرة أنه لا يوجد ظل بدون جسم مضيء والاثنان مرتبطان أحدهما بالآخر ولهذا ربطنا الله به وخلقنا من أجل علاقة حية أن نعرفه وأن يعرفناه أيضاً وأن نختبر محبته وصلاحه وهذا جزء من معنى أن نكون مخلوقين على صورة الله والأمر مثير لأنه في اللغة العبرية الحديثة الكلمة المعبرة عن الصورة هي نفس الكلمة المستخدمة للصورة الفوتوغرافية صورة عن من هو الله هذا هو حقيقة معنى أن نكون مخلوقين على صورة الله فحينما نعكس الشخصية والطبيعة يرى الناس صورة الله وكل حياتنا تعطي صورة عنه هل هي صورة جيدة أو سيئة؟ هذا هو السؤال هل تعني بكلامك أن تقول أن الله كان وحده ثم قال أنه يريد أن يخلق شخصاً آخر يكون على صورته يمكن أن يتواصل معه؟ أي ما هو الهدف من خلق الإنسان؟ هل أراد الله علاقة معنا ولذلك خلقنا؟ أنا أعتقد أن هذا سؤال رائع أنا أعتقد أن الله يخلق بغرض إقامة علاقة حية بشكل أو بآخر لديه نفس السبب الذي من أجله يريد الإنسان أن يكون له أولاد أعتقد نحن نريد أولاد لأننا نريد أن نأتي بشيء أو بشخص إلى هذا العالم نستطيع أن نتشارك معه في كل البركات التي لدينا ونتشارك معه في قلبنا كان الله كاملاً وتاماً بدون الخليقة فلم يكن الأمر أن الله كان ناقصاً بأي شكل ولكن مرة أخرى أراد الله أن تكون له علاقة على وعلى ما كان لديه عندما كان وحده فخلقنا حتى نعرفه هذا ما حدث ولكن هل كان الله وحيداً أو كانت لديه علاقة مع نفسه؟ لقد كانت لديه علاقة بنفسه وهذا سؤال أكثر عنقاً نعم أعتقد أن الله في جوهره وفي طبيعته هو العطاء هذا هو جوهر الله وهذا جزء من صلاحه أيضاً أن يعطي وأن يضحي حتى بنفسه هذا هو الحب فكما يريد الأب أن يعطي لأولاده يريد الله أن يرتبط بنا وأن يهتم بنا أيضاً ويعطينا مما له هو أيضاً هل يمكن أن تستفيد في شرح الآية الأولى؟ في البدء خلق الله السماء والأرض ثم بدأ بروحي ما علاقة هذا بحياتنا؟ إذا كنت أبحث عن الله هل سيساعدني ذلك حتى أعرف من هو؟ بكل تأكيد لابد علينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال ماذا حدث؟ قبل بدء الخليقة وهذا مهم جداً فهذا أساسي بالنسبة للعلاقات لأنه في البدء وقبل أن يخلق الله أي شيء لم يكن غيره في الوجود كان وحده لذا كان لابد من حدوث أمرين قبل تكوين العالم الشيء الأول كان على الله أن يخلق مكاناً حرفياً هناك أمران توجب حدوثهما قبل خلق العالم أولهما أن يخلق الله المكان حتى يوجد أي شيء آخر غيره فجزء من صلاح الله هو أنه خلق لنا مكاناً وخلق مجالاً لوجود علاقة معه الشيء الثاني كان لابد أن يخلق الزمان إذن خلق الله المكان والزمان والمكان والزمان هما الأساس في كل العلاقات ماذا تقصد بذلك؟ على سبيل المثال حينما نأتي للمكان لا يمكنك أن تكون مغطراً بنفسك وتستطيع أن تقيم علاقة مع الله ولا يمكنك أن تكون مغروراً وتكون لديك علاقات مع الآخرين يجب أن تخلق مجالاً ويجب أن تفسح مكاناً في حياتك حتى تسمح للناس بالدخول والأمر ينطبق على الزمان يجب أن تعطي وقتاً حتى تتمكن من إقامة علاقة يجب أن تخصص وقتاً ويجب أن تفسح مكاناً وإن لم تفعل هذا إذا لم يكن لديك وقت لله وإذا لم يكن لديك وقت لعائلتك ولأصدقائك لن تكون لديك علاقات جيدة ويجب أن تخلق مكاناً ويجب أن ترتب الأولويات فهل ستفعل هذا؟ لذا خلق صلاح الله الزمان والمكان لك ولي حتى نوجد وعلينا نحن أن نتيح وقتاً ومكاناً لعلاقتنا به ولعلاقتنا ببعض والآن كيهودي يتبع يسوع المسيح أنت ترى أن الله يتواصل معنا في الزمان والمكان في سفر التكوين؟ هل ترى ذلك يتكرر في العهد الجديد في مكان ما؟ نعم بكل تأكيد أنا أرى أنه أمر ذو دلالة كبيرة أن أول كلمة في الوحي المقدس هي كلمة براشد أي في البدء وهي تبدأ بحرف بيت أي حرف باء وآخر كلمة في سفر الرؤية تنتهي بحرف نون وهي كلمة أمين فالحرف الأول والأخير ينتقاني بن وهي تعني ابن فمن البداية وحتى النهاية يشير الوحي إلى الله الإبن بنفس الطريقة يدخل إلى الزمان والمكان حتى يتمكن من إقامة علاقة حية واتصال وتواصل وأن يظهر محبة الله وأن يظهر معنى تجسيد صورة الله وقوهره بالكامل فهذا يعني أنه من البداية وحتى النهاية يظهر الله ذاته في ابنه يسوع المسيح وسنتحدث لاحقاً عن هذا الابن وما يعنيه ذلك في حلقة أخرى دعنا نعود مرة أخرى للعلاقة مع الله فالله قد خلقنا على صورته لنقيم علاقة معه ولتكون لنا أيضاً علاقة بعضنا مع بعض فهذا يعني أنني إن لم أتواصل معه لن أستطيع التواصل معك بكل تأكيد نعم أعتقد أن الفكرة هي أن المحبة ومعرفة محبة الله هي التي تجعلني أعرفك وأحبك وأعتقد أن فكرة أننا مخلوقون على صورة الله هي واحدة من أهم الأفكار وأكثرها جوهرية تلك الفكرة الخاصة بالصورة إذا كنت تعتقد أن شخصاً مخلوقاً على صورة الله كما يعلمنا الوحب فهذا يعني أن لك وللشخص الآخر قيمة وأهمية غير عاديين في عين الله فأن تؤذي شخصاً ما أو أن تضره أو أن تتحدث بالسوء عنه هو حرفياً تشويه لصورة الله فهذا يعني وكأنك تأخذ عبوة من دهان الرش وتقوم برسم شكل قبيح على صورة جميل وهذا هو ما نفعله حسناً ولهذا السبب فإن الخطيئة تعتبر أمراً بشعاً جداً فنحن لا نعصي الله بها فحسب ولكننا ندمر الأشخاص الذين حولنا بكل تأكيد لا شيء يحزن قلب الله ويزعجه أكثر من أن نعامل الناس بطريقة مؤذية وبطريقة تؤلمهم وتهدمهم بدلاً من أن تبنيهم ونحن نرى ذلك حرفياً في الكلمة المقدسة فهناك دينونتان عظيمتان نقرأ عنهما في سفر بيرشيت أي في سفر التكوين واحدة في برج بابل وقد بنى الأشخاص البرج لأنفسهم لقد بنوا البرج الشاهق لخلدوا أسماءهم وبذلك قاموا بعبادة الأوثان فماذا فعل الله؟ ضحك وقام بتشويش ألسناتهم وبتشتيتهم على وجه كل الأرض وقبل ذلك وفي أيام نوح كما يصف لنا الكتاب الله رأى أن الناس كانوا يرتكبون خماص أي يمارسون العنف بعضهم نحو بعض فكلمة عنف في العبريات هي خماص خماص فهو يرى أنهم يرتكبون العنف وشعر بالحزن لأنه عمل الجنس البشري لذا أتى بطفان على الأرض فحينما نحاول أن نؤذي الله أو أن نعبد الأوثان هو يضحك لأننا لا نستطيع أن نؤذيه وحينما نؤذي بعضنا بعضاً ماذا يفعل الله؟ يحزن بشدة ويقرر أن يمحو الخليق وأن يبدأ من جديد لكي يعلمنا ماذا بشاعة خطيئة أن نؤذي الأشخاص المخلوقين على صورة الله فأنت تقصد أن كل ما يحدث في سوريا وكل التدمير والقتل والإرهاب الحادث في العالم فهو حقاً يحزن الله لا شيء في الدنيا يحزن قلب الله أكثر ويكسر قلبي مجرد التفكير فيه لأن كل شخص هو مثل جوهرة في نظر الله أنا لا أتخيل أن يؤذي شخص ما أحد أولادي فإذا كان الله يرى كل شخص فينا على أنه مخلوق على صورته فيعتني به فهذا من أسوأ الأشياء التي يمكن فعلها وكما يقول الرابا إذا خلصت نفساً واحدا فكأنك تخلص العالم بأسره هذه هي قيمة نفس واحدة بالنسبة لله بدون أي شروط بدون أي شروط لأنني كنت أؤمن بهذه العبارة التي تقول إنني إذا قتلت شخصاً فكأنني أقتل العالم بأسره إلا بسبب شرعي حينها فالقتل مباح ولكنك تقول لي الآن إن كل نفس بغض النظر عن خلفياتها وعما تفعله هي ذات قيمة بالنسبة لله نعم لأن لكل شخص قصداً في الحياة ولكل شخص إمكانيات وقدرات غير محدودة دونما أيت إدانة وفكرة أن شخصاً ما اليوم ربما هو ليس باراً أو يرتكب أخطاء فلا يمكن معرفة ما يستطيع الله أن يفعله في قلبه أو في حياته بحيث يمكن لله أن يغيره ويحول مساره وليس لنا أن نحكم على أحد الله إله محب لهذا يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدي ويقول ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباته واؤو واؤو بخصوص موضوع المحبة خلال نشأتي كشخص مسلم لم أكن أعرف قط أن الله يحبني بينما أنت قد نشأت كهدي وصرت تتبع المسيح كنت تعلم أن الله يحبكم والآن أنت تعلم أيضاً أن الله يحبك فما الفرق؟ وما الذي اكتشفته؟ أو ماذا تقول لي إذا أخبرتك أنني لم أعرف قط أن الله يحبني؟ الله يحبك أكثر مما تتصور ومما تتخيل صدقني وهناك قصة مثيرة عن هذا كان هناك رباي وجاء إليه أحد تلاميذه وسأله يا معلمة علمني كيف أسير في حياتي مع الله فرد أريد منك أن تضع رسالتين في جيبك الأولى أريدك أن تكتب أنا تراب ورماد وفي الثانية تكتب العالم كله مخلوق من أجلي رغم كونك تراباً ورماداً الله خلق العالم كله من أجلك هو يراك تستحق هذا والله يبحث عن علاقة حية معك وهو مستعد أن يدفع أي ثمن لا شيء يمكن أن يمنع الرب من أن يحبك ويتعرف بك ويظهر لك هذا الحب ما هي رسالتك الروحية لشخص ربما يشاهدنا الآن لا يرى نفسه إلا مجرد عبد لله فهو يصلي كل يوم ويبحث حقاً عن الله ولكنه لا يعلم أنه محبوب من الله وأن الله يحب أن يكون في علاقة معه ماذا ستقول لشخص مثل هذا؟ سأقول له إن الله يحبك حقاً ليس بسبب أفعالك الله يحبك حقاً ليس بسبب ما تمتلك إن الله يحبك لذاتك لما أنت عليه وعلى أساس حقيقة أنه خلقك لذاته لكي يحبك ليعرفك وليكون معروفاً لك إنه يعرفك أكثر مما تعرف نفسك أو أي شخص يعرفك لو أنك فقط فتحت قلبك له وطلبت منه أن يظهر لك هذا الحب من خلال من خلال ابنه يسوع فإنه سيسكب هذا الحب وهذه البركة عليك أنتم لستم مخلوقين لتكونوا عبيداً أو خداماً وإنما لتكونوا أبناء لله خلقتم على صورته آمين سنطلب منك أن تصلي معنا ومن أجلنا ولكن سؤالي الآن هو أنه عندما قررت أن تتبع المسيح يسوع المسيح ما نوع التغيرات التي أقصد هل اكتشفت إلها جديداً أو ما هو الجانب الذي صار واضحاً بصورة أكبر عن الله من خلال يسوع أعتقد أنني اكتشفت محبة الله بطريقة جديدة لأنه تلاقى معي بصورة شخصية وعرفت أن الله يهتم بكل جانب من جوانب حياتي واحدة من التجارب العميقة جداً التي اكتزت فيها يوماً ما كنت أصلي وأفكر في التكلم مع الله قال لي يا جيسون أريدك أن تبلغ رسالة إلى العالم أريدك أن تخبر العالم أنك أبدل وفضل أجبته أنني لا أستطيع أن أفعل ذلك قد يعتقد الناس أنني متكبر أتعلم في ذلك الوقت وبخني الرب بحنان قال لي يا جيسون أنت لا تقول ذلك بسبب قلقك من التكبر ولا لكونك متواضعاً ولكن لأنك لا تصدق هذه الحقيقة بالفعل أنت لا تصدق أنني أحبك بدرجة كافية أو أنك ذو قيمة تجعلك ابني المفضل حقاً فقد أخذ يظهر لي ذلك ويشرح أكثر فقال لي يا جيسون أنا لست أباً مثل أبيك أنا أب أبدي أب غير محدود لذا يمكن أن يكون عندي عدد غير محدود من الأبناء والبنات المفضلين وكل شخص كل ابن وابنتهم أطفال المفضلين فمن أحبه أكثر ابني الأكبر أو ابني الأصغر أنا أحبهما بالتساوي أنا أحبهما بصورة مختلفة فكل منهم فريد بشكل مميز وهذه هي الطريقة التي يرى الله بها كل شخص مننا رقم واحد أنت رقم واحد كل واحد مننا كل واحد مننا نعم وهذا يساعدنا أن نحب بعضنا وأن نحتمل بعضنا وأن نقبل بعضنا بعضاً أعتقد أن الكثير من الكراهية والغضب المتألم يؤلم الآخرين إذا شعرت أنني غير محبوب وإذا شعرت بالرفض سوف أعامل الناس من نفس المنظور إذا كنت قاسياً مع نفسي سأكون قاسياً بالكيل الذي أكيل به لنفسي سأكيل لك هذا هو العدل أمين ولكن هل لهذا علاقة بنظرتي لله إذا آمنت أنه يحتملني ويحبني هل سيساعدني هذا على أن أحب الآخرين أو أنه لا توجد علاقة بين الأمرين بكل تأكيد بالعودة إلى ما قيل عن كوننا مخلوقين على صورة الله إن جزءاً من معنى ذلك هو أن نعكس من هو الله أن نعكس شخصيته وصفاته فعندما نقول إن الله إن الله حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة غافر نعم لكل الآثام وكل المعاصي مهما زادت عندما نعرف أن الله حنان ورحيم وطويل الروح معنا فعلينا أن نحيا نفس الشيء مع الآخرين وعندما لا نفعل ذلك نحن هنا لا نمثل صورة الله بشكل دقيق وفي الواقع نحن نقوم حينها بتدنيس اسم الله ونسيء إليه فهذا يعني أنه علي أن أفحص أولاً علاقتي بالله بكل تأكيد وما يفعله هو في حياتي ورؤيتي له حتى يعطيني هذا قوة لأقابل الآخرين وأقبلهم هناك آية تقول مثلها أي مثل الأوثان يكون صانعها فما نتخيله عن الله هو ما يشكلنا وما سنكون عليه في النهاية فإذا كنا نعتقد أن الله قد خلقنا لنكون عبيداً بهذه الصورة سوف نعامل الآخرين كأنهم عبيد وخدم ولكن هذا بالطبع لا يرضي الله وإذا فكرت في كوني عدواً محبوباً وذا قيمة في عائلة الله فعلى الأرجح أنني سأعاملك على أنك أيضاً نفس الشيء وأعتقد أن كثيراً ما يكون أكثر شيء نحتاجه هو تغيير للعدسة نحتاج أن نرى الله من منظور مختلف من المنظور الحقيقي لما يقوله هو عن نفسه دعني أسألك سؤالاً شخصياً بخصوص ما نتحدث عنه واكتشافك لله وبالنسبة لكونك يهودياً يتبع يسوع المسيح هنا لدي سؤال هل هذا هو أساس تحملك وقبولك لنا كأمم كمتحدثين بالعربية وكشعوب عشت في عداوة لعدة سنوات بالتأكيد يكفي أن أقول إنما عرفت أن الناس مخلوقون على صورة الله وأنهم محبوبون وذوقيمة هذا هو الأساس وهناك المستوى الأعمق وهو أنه حينما تعرفت إلى يسوع كمسيحي وقبلته كمخلص في حياتي أتورد تقول في إحدى الوصايا أن تحب قريبك كنفسك تحب قريبك كنفسك وهو أمر صعب من الصعب أن تحب أصدقائك وجيرانك مثل نفسك ولكن يسوع يقول ما هو أبعد من ذلك وهو ما لا يصدقه عقل هو أن نحب من يبغدوننا وأن نبارك الذين يضطهدوننا ذهب إلى مستوى أعمق لقد رفع المقييس نعم رفع المقييس وأوضح لنا أننا نحتاج لأن نحب بعضنا بدون شروط فلا يهم من هو الشخص لا يهم لأنه هكذا تعامل معنا الله فهو سعى لنا يريد علاقة معنا بينما كنا لا نزال أعداء فقد كنا لا نزال متمردين عليه وكنا لا نزال في الخطيئة وكنا لا نزال نعبد الأوثان ورغم كل ذلك لقد خط هو الخطوة الأولى نحونا لم ينتظرنا حتى نصير على صواب نحي حياة صالحة لقد جاء وأخذ الخطوة الأولى ليدخل في علاقة معنا ليصلنا به وعلينا أن نفعل نفس الشيء آمين أود أن تصلي معنا ومن أجلنا في نهاية هذه الحلقة من أجل المصالحة ومن أجل أن نكتشف هذه العلاقة معه هل فعلت ذلك؟ نعم أنا أصلي الآن أن تاتي إلى معرفة قدري محبتي الرب إلى هنا لك وأن ينير هو ذهنك وقلبك وأن يفتح روحك لتدرك ما هو العلو والعمق والطول والعرض لمحبة الله لك وأن تعرف أنك لست عبداً بل أنت ابن وابنة لملك الملوك ورب الأرباء أنت من الأسرة الملكية مخلوق على صورته لهدف ولمصير وأنا أصلي أن تتم استعادتك إليه آمين من خلال ابنه يسوع المسيح والتصالح مع أي صديق توجد معهم علاقات مكسورة في اسمه نصلي آمين 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 نشكرك جداً لصلاتك لنا ومعنا إذا نسي شخص هذه الليلة أن الله يحبه ماذا تقول له في كلمة موجزة حتى تذكره بحب الله نحونا كلنا أنا أتذكر الآن قصة ذهب رجل إلى معلمه وسأله عن أسوأ خطية فأجابه أن تنسى أنك ابن الملك وسأله عن ثاني أسوأ خطية فأجابه أن تعرف أنك ابن الملك ولا تعيش ذلك لقد بذل المسيح حياته حتى تكون أبناءه وبناته لو لم تكون ذوي قيمة لما دفع هذا الثمن الغالي فلا تنسى أبداً مدى حبه لك وعظم مكانتك بالنسبة له إنه أب صالح ومحب آمين آمين أتينا إلى نهاية هذا البرنامج ونهاية هذه الحلقة ونريد أن نستودعكم في يد الإله الذي يريد أن يدخل حياتك وقلبك وأسرتك بدأنا بالسلام عليكم والسلام لكم في نهاية هذا البرنامج رابا جيسون سعدت بكونك معنا أشكرك يا أخي أنا أحبك أيضاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر